كل شكرا على المتابعاتكم صحة على التفاعل وحتى كان النقد بينصير مقبول أما ديما نقول لكم النقد البناء يقولوا اللي تحبوا ونسمعوكم وزدا تبقوا تعليماتكم أما النقد اللي فيه الكلم هذيك اللي ما يتقالش راهوا ما كمش معنيين بهذه الحصة الناس اللي تتكلموا بالطريقة لك سعية ظلومي مرحبا بيك أهلا وسهلا شكرا على استضافة شكرا لك النائب في البرلمين بش نحكيه على موضوع الحقوق والحريات والممارسات الأمنية والانحراف بالمؤسسة الأمنية كما جاء في بيان العديد من الجمعية اليوم وبش نحكيه أيضا على بداية الأسبوع على قضية نبي القروي على النواب والأصدقاء والأنصار اللي يمشيوا احتلوا مكتب قاضي التحقيق هذي حسب البيان اللي خرج طبعا في القضاء في القدب القضائي والمالي والتطورات متاع ما يسمى سمية بالتدليس في الاختبار اللي صار في عليقنا بالقروي ونذكر أنا كنتي أشطر لها الحكاية ذي بل ما تقرها نيابة العمومية ما بشكل واحد يخضحقوا في الدنيا سعيات هاتنا بداية من اللي صار في سيد الحسين المواجهات من جهة والاعتداء على الشاب تجريده من حواجه وضربه وسحله وتنكل به وهذه حاجة ملحاجات اللي تخلينا طاو بش نحكيه على التعاطي الأمن السياسة الاتصالية لوزارة الداخلية مدى وعينا وتطبيقنا لباب الحقوق والحريات في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور التونسي برك الله فيك لخلود هو بالفعل هما ثلاثة محاور اللي تفضلت بيهم سيادتك لحقيقة مربوطين ببعضها لأنه حتى محاكمة سيد نبيل القروي اليوم نعتبروها ما هيش محاكمة عادلة وهناك هضم لحقوق الدفاع وفي باب الحريات معناها وفي باب الحقوق كما أيضا معناها كلهم مربوطين ودور النائب أيضا في حماية الحريات هو الباب الثاني رأوا من الدستور اللي يتحدث على الحقوق والحريات ما قالش يحمي الحقوق والحريات المجتمع المدني ما قالش يحمي الحقوق والحريات القاضي ما قالش يحمي الحقوق والحريات جمعية القضاة ولا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة قال يحمي الحقوق والحريات الدولة كلمة الدولة هم من الفصول أدعو الجميع إلى الاطلاع على الدستور خاطر يبدو أنه فهم جاهل بالقانون وبالدستور رغم الفصل 21 إلى 49 يمكن كل دولة تعاود 40 مرة الدولة الدولة شفيها لله فيها سلطة تنفيذية سلطة تشريعية وهي السلطة الأصلية وسلطة قضائية اللي هما توسميه فيه مرفقة وأنا من القلاء اللي نسمي فيها سلطة لأنني نمن باستقلال السلطة القضائية لكن السلطة القضائية ما هيش جمعية القضاء ترى وما هيش القاضي الفردي لأنه هو بدو يسأل وهذا ما هوش الأمني كما ما هوش أنا عضو مجلس النواب إذا كان عملت جريمة وحاسب ويترفع عليه الحصان في علاقة بالقضاء بداية الأسبوع فما بعض الأحداث والقرارات تزمنت بشكل غريب جدا المجلس الأعلى للقضاء يعلن على أن القضاء الملحقين بالقصبة ورئيسة الجمهورية وغيره أنهم يرجعوا يلتحقوا بالقضاء عشر قضاء تقريبا يقولوا أنه القضاء الإداري كيف كيف بش يصدر قرار في هذا أشاء جمعية القضاء تصدر بيانة تقولك فم ضغوطات كبيرة جدا على القضاء في إشارة لما حصل معنا بالقرو يلا خلوط بلايه جمعية القضاء خلنا نحطوها في بلاستها أنا نرفض ولي نحكي على جمعية القضاء سمحني على خاطر جمعية مجتمع مدني أنا نايب شعب طبعا هي لكن تبقى عين رقيبة شو عين رقيبة هي بيدة هيز مش كون يرقبها اي معناي سعياذ انتم على خاطركم يلا خلوط بتمشيوا لصديقكم اللذي يتعرض إلى مظلمة إجرائية والناس الأخرى شكون يمشي لهم يلا أنا نمشي لهم أنا كنت في دوز أنا جاي من الجنوب توا بخبار ثنية بخبار ثنية خاطر عندي معاك التزاء برغم اللي راجع على الحمامات عندي فورماسيون عن نظام الداخلي مرحبا في دوز شو اللي شفت شفت وقفة احتجاجية لمسهجين لي معناه عائلات مسهجين كانت تذكر في العين السخونة وفي عين سلطان من عم ناول في نهاية السنة صارت الاعتدامات وصارت التشابق بين المواطنين هذك اللي صار في العين السخونة وفي كذا وصارت جرائم قتل صحيح ماتوا ثلاثة من الناس لكن اليوم فهم 17 موقوف بدون محاكمة السجن بتاع قابس مخصوص على يلماء هذي مثل الحقوق والحريات ولا طبعا إذن هنا نمشي الناس كل لها واضح ثم أنا بعثت السجواب لوزيرة العدل اللي يمكن تلقى معها العشية في موضوع آخر تم موضوع بروتوكولي وتشريفاتي ولكن المؤسسات تخدم على الواحة بعثي لها السجواب عن طريق سيد رئيس المجلس حول وضعية السجون قديش فهمة تقريبا حتى واحد ما يعرف في حالة احتفاظك ليهو ليهو كل واحد شنو رقمه لهذا نبحثلها سؤال كتابي ما نحبش زدا نجيبوها للمجلس ونعطلوها احنا الهيكل متاعهم يجاوبونا لأنه ندخل السيد نلقى الاحصائيات ماشي محينا من 2019 ونتساءل لنا الجمعيات الحقوقية الكلها فاش قاعدة تعمل إذا كنت ما تشوفش الوضعية متاع السجون الناس قاعدة تموت للا في السجون والملف هذا متاع نبيل القروي يحل علينا على خروقات جاسيمة هنا تأو معلومات اللي عندي اللي هو حتى داخل المحاكم قاعدين يحلوا في دوسيات ويثبتوا شكون اللي عنده تمديد مدوا ولا مدوش يبدو أنه الموضوع ما همش مهتمين به أضرب ورود للتركين لأنه كما قلت سياد تكهدوهم على هامش المجتمع حتى حد ما يهتم بيهم أنا أدعو الجميع وأنه يهتموا تعال قدش تصرف تونس على السجون للا عندكش فكرة سمحني أنت الصحفية مفروض أنت تسني عندكش رقم عندي والله يا متوى ما نذكروش فما أرقام عديدة بالنهار بالسجين كرئيس سابق كان لجنة المالية وكنائب رئيس وكعضو أربعمائة مليار تارش معناها أربعمائة مليار وكان سنويا راهو سجو أربعمائة مليار معناها عنا سيستام يخلق في الإجراء أربعمائة مليار وكان هذو ما خرجناهم الحبس وبنينا بيهم وتروت راهو تطيون قصر قداش من كيلومتر سياسة جبائية وسياسة جنية للبلاد سلو منها ما تترجعش السياسة لله راهو في العالم يسكروا في السجون أنت كان وفرت له كان عطيت له كل واحد أنسترومان دو ميوزيك كما قال مرة نقرأ فيها في أرتيكل واحد علمته العود واحد علمته الدربوكة واحد علمته المزود كل قدير وقدره راهو تنحى الإجراء وكان علمتهم خليتهم يشريوا بالبيتكوين وينفتحوا على العالم راهو نقص الإجراء كان ثقفتهم وحترمتهم وكان بدلت النصوص متاعك اللي هي نصوص متاع جور اللي عملتها الدولة الاستبداد بش يقعدوا يتحكموا في مصير الناس راهو السجون نقصت وكان خدمت على روحك وحكمت الناس في وقتهم راهو ما يقعدوش في حالة إيقاف تحافظي بدون محاكمة وراهو ضد القانون وليحبوا يدخلونا هذه اللي هي أربعة الشهر ما فماش منها راهو الإيقاف التحافظي ستة شهر ويمكنوا أن يمدداء حاجة أخرى السلومي فما انتباع هو أنه اليوم بعض اللي ريناه وليسمعناه في سيدي حسين سلو كوو سلو كوو ماناش مش نواصلو هكا وقطيعة تيمة بين الشاباب والدولة والمواطن والمؤسسات مش الشاباب مش شاب أنا شاب أنا انت شاب اي لا شاب أنا اختي العزيز أنا فت الخمسين وربي كبرنا في طاعتك شعل احنا انا هاني هناك بشعب في قطيعة يا لله يا سيدتي الكريمة أنا اليوم احس وانني في قطيعة مع الدولة العميقة العقل الاستبدادي ما زال مهيمن عن الدولة ويرفض اي تغيير هالتكلس هذا خلانا من نجموش ننقض بعضنا انا كفريت البيان بتاع وزارة الداخلية مع كامل احترام احترامي ليهم واحترامي للشرفاء وللإطارات السامية ليجموهم اصدقائي واحنا بلاش اامن من نجموش نعيشو لكن شو البيان اللي يكتبوه المهزلة وليكنت نسمع فيكم كيفاش تنحها وكيفاش الناتقرص بيقليبش يقول ما تعملش يقول راوه ذاك مهبول وبطبيعة راوه ديما ينحي في حواجه وسب في الناس وللأسف بعض النواب خذيوه البيان ذاك ويكتبو فيه معناها هك قال شنوه والله ديما ساس باسكم سا ندعمه يقول دي أقرر ثبت يا سيد النايب يا زميلي ثبت ما يغلطوكش أنا متأكد لي مغلطينو النايب اللي يكتب هك مش واحد ومش ثنين راوه خذيوها سردية خذيتها الحزام الحاكم يخي نائب شعب كي يخرج بيان على وزارة الداخلية إذ ما يثبت بسير مدام فهماش مصدقية أي خاطر هاني أنا قلو هو خاطر نور ملموس أوفيسيال لا لا اللي كان مؤسسة متع الدولة التي تمثل الداخلية لا 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 نستمشوف وشكون مسيطر عليها مسيطر عليها الاعلام فيه الدشكون الاعلام فيه الدشكون مش وزارة الداخلية أنا الضباط الكبار متع الداخلية ننزههم بالفعل لأنه الانفليت موجود في أي كار وأنا متأكد الأمنيين اللي عملوا الجريمة هذية سينالوا جزائهم ومجلس شرف كل يوم يلتأم وقعدين يتخذوا في العقوبات القويت المسالحة بربي الأمنية والعسكرية الضوحة حاليا الأمنية عمره ما كان قيس سعيد هو قال معناها صدق الله العظيم هو خارق دسور حقه يتنحى قيس سعيد بالنسبة لي القائد الرئيس الإدارة هو رئيس الحكومة ورئيس الحكومة أنا نقول له سيد المشيشي ونعتبره صديق وأنا من الناس اللي سنتوا ومازلت مسنتوا رغم أنا في المعارضة لكن رأي والأمور بتجمش تواصلها هذية اليوم البلاد رأي تغلي والبلاد على حافة الانفجار لأنه المواطن ما عادش عنده شعور بالعدل وفما شعور بالظلم وبالقمع شوه أولد صغير عمره خمساشن سنة يبكي أنا منبكيش في حياتي وما بكيتش حتى على هذية لكن يبكي شوه أتحيله حويش وزنت عائلته وتضربه قدام الناس هذية لله راه الذي رأيناه سيلا بارتين نون كاشيدو ليسبرغ اللي ساير في السجون أتعس من هك نعاود ونقول لك 400 مليار البارح هنا في جيبس قاعد نتعشى مع أصدقاء وكذا اللي نقول له نسأل واحد يقول لي عشرة واحد يقول لي ستة في الأخر لكلهم بالأجمال ناس كل قاعد بيت علش حبيت نعديك الرقب أنا أكسبر كونتاب الخطر مسينز بالأرقام بقى لوتنونيزاني شو كيك يسمع 400 مليار على السجون في حين وأنه ميزانية العدالة اللي معناها المحاكم وكذا 300 مليار وأنا من ناس اللي ضربت على الطاولة وضغطت على الحكومة ومن جملة خلافاتي مع الحكومة وأنا نحب نزيد الميزانية متاع وزارة العدل والمدخلات متاعي هيكا مسجلة في مجلس النواب لأنه نمن وأنه نحصنوا العدالة أندي في بلاس شد فيهم في الحبس وتصنع في المجرمين تحملوا برسلي خاصة في الجراء مشيكات في نفقة شو واحد عاركوا ومرتوا عندوا مشكلة متاع نفقة قبل في عهد بن علي الدولة تاخذ على عاتقها وتولي المرأة يضغطوا عليها بيش تسقط في حقه ويولي هذك محل ابتزاز وبعد يولي محل العنف آخر بحيث البلد ومريض كما قال علالة بلهوان وما بيشرب الأمة تنطفق الحمى يلزم نقاش ولهذا أنا نتواجه لسيدة ناس الحمادي اللي كاتب البيان هذك نقول له سيدي رك اخطأت المرمى اخطأت المرمى لماذا اللي حبلود بربي خلنا نقوله كلمة أولا أنت جمعية ثقافية أو تعاونية ولا تحب بنتي ما توليشي أنت زادة راهو معنا في المؤسسات يلا فاصلوا نرجو اثنين بيانك راهو سياسي لأنه نبيل القروي يتعرف فيه وأنه رئيس حزب سياسي في حين وأنه راهو مواطن تونسي وحاجة الأخيرة الناتق الرسمي المحكمة كذب ما جاء في بيان الجمعية القضاة اللي هي بيضهم خرج بيان آخر قاعدة تشرب في رئيس الأول محكمة التعقيب اللي المفروض ماهوش دورها وتتدخل في القضاة وتحولت إلى حزب سياسي وهذا ماهوش معقول أنا أكثر ناس حرصا على استقلال القضاة وعلى أنه الاصلات تحترم بعضها لكنها تراقب بعضها بشنرجو بعد المتعزل عياذ ظلومي سرح والبيب الثاني موجود يقول الدولة ولهذا راهو نائب عنده درواء وشابيتر ويلزم ويراقب صحة نبيل القروي اللي هو عمل إضراب جوعه شوية لمات وكان مجي نجعنا مرحبكم وسن معكم ضيفنا عياذ ظلومي النائب في البرلمين سرحيات بشنرجو قضية نبيل القروي بما أنه النيابة العمومية تتهم الخبراء بالتدليس هذه النقطة الأولى النقطة الثانية في علاقة بأنكم كل مرة تقولوا وتعاودوا أنه لا يتمتع بحيثيات وأنه ظروف محاكمة عادلة أنه فما ضغوطات سياسية ضده أنه فما ناس مجيشة اليوم القضاء بشنبيل القروي يقض في الحابس حتى يعمل إضراب جوع فإنه موقف مع حد حتى مشي تونتم فعلا مش برشا هكا هذا هو الوقع معناية دولة الكل تستهدف فينا بالقروي ليه ليه مش دولة الكل مش دولة الكل السياسيين والقضاء والتحكين ليه مش القضاء ما تتعممش عايشوك أنا ننزه القضاء والقضاء لأنه فما خلاف داخل القضاء القضاء القضاءات الكل هم هكا هذي أقلية هذي يوسف الشاهد ربي يهدي عمل نيابة عمومية موازية لصالح الحكومة موقف اللي كان في الحكم عمل في القصبة جاب ناس حتى هم يخدموا كان لهو لابتزاز الناس ولتكوين ملفات لرجال الأعمال وهذي هالناس هذو عمل شبكة وهو في الحقيقة جلها متكون هم اللي كانوا يخدموا عبن علي سيلو مام كل وار سيلو مام كل وار إيه ريكو بيريه وجردوية برقيس عيد إيه والذراع السياسي متاعه اللي هو التيار والشعب نرجع لكان البيانات اللي قاعدة تصدر راو مرة أخرى عندي كان كل أولا المجلس على القضاء مخرج بيان خرج بلاغ إعلامي ومن حقه مش خرج بلاغ إعلامي وكان فيه الاحترام اللي خرج على الموضوع ونقص يحب يطيع القدر ورب يهديه هو البيان التنفيذي متاع الجامعية اللي نعاود نقول ما عندهاش بيش تتكلمني أنا كنائب شعب بالطريقة هذيك وما عندهاش بيش تدخل في القضاء لأنه هي بيها تدخل في القضاء وأنا نطلب منهم بيش يسحبوا البيان اللي قبلوا اللي يتهموا فيه في الرئيس الأول المحكمة التعقيب وهو ما اللي يحبوا كيفاش سير العمل المحاكم يقع بالطريقة هذي دي مش معقوب بي لأنه هذيك الرئيس الأول المحكمة التعقيب اللي أنا مليش قاعد نفعليه وما نعرفوش وما نحبش نعرفو راهو هذيك مؤسسة وكيف هو كيما أقل واحد عنده حقوق ما عندكش بش تعتدي عليه سي الجمعية عنده حقوق سيدة ذيك واليوم ما دام ويمارس في القضاء أنت قاعد تعملين في ذهن المواطن وقاعد تضرب أنت في القضاء علش قلتك مش القضاء قول لي فما أربع قضاء قول لي فما عاشرة قضاء يعملوا في ارتباء ما عندهم حتى تمثيلية لأن الدولة ليش هذيك الدولة الدولة اللي حكي عليها من الفصل 21 إلى 49 متكونة من ناس بعقلهم ومن ناس جديين ومن ناس تعرف نواميس الدولة وأخلاقياتها وانا ما عندي درس مش تأخذ ما عندي حتى واحد فاي شو تدليس اللي صار في الاختبارات في علاقة بقضية نبيل القرب التدليس اللي وقع أولا ساعة أنا ضد وانو نمسحوها في الخبراء لأنو نحب ونحرش كونوا راهم ناس ذو لأنو نفس الوثائق اللي طلعت عليها النيابة العمومية طلع عليها سيد قاضي التحقيق وبالفق على فكرة هو سيد قاضي التحقيق نستغرب كيفاش مريدش اسمه هنا في القائمة اللي حكيت عليها المجلس على القضاء العدلي اللي بتاع الناس اللي عندهم جمع بين الصفتين السيد هذا موجود أيضا في اللجنة التحليل المالية ويكمل دو فونكسون داير اللي على فو جوج دانسلوكشون مامبر دو لكتاف سي بسيري ويسي بانرمال هذا قاضي قاضي تحقيق لكن مجلس المجلس الأعلى للقضاء مش طلب أنو هوا 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 ما عملوا كورن وقالوا إلا الذي يفرضه القانون يفرضه القانون يجب يخرج من القضاء لأنو أنت لا يفتي الحكام فيما يقولوا إليه من الأحكام أنت تعتراك في لجنة التحليل المالية وبعد زيت تعتراك كقاضي تحقيق وتوشي القضاء لكله وفق القضاء تمشيها في واع وجينا المجلس النواب بتوصي أناس الحميد اللي يحتاج علينا هوا يجيونا القضاء للمجلس النواب وجيوهم يدفوا على مشاريع الحكوم والعديد منهم مترشح في الانتخابات والعضو متاع المحكمة الدستورية روضة الورسية أني شكونوا نتخبها ما هو نتخبوها نواب ما يقالي هاي ما زالت باشي بحيث روما ما يشو زر فماش كونت فاحهم أكيد علاش الجمعية والمجلس والناس الكل علاش ما ردوش الفعل على محمد عمار اللي خرج نتائج الاختبار قبل ما يطلعوا عليه حتى محامين نبي القروي قال روما فما 140 مليار وطبي ذا مويل وكذب طبعا فماش طبي ذا مويل فلوس والراجل فلوس ولكن هذا موجود في الاختبار دونك لغابور هاي تيلي كي دونك فما تسريب وقع رئيس جمهورية والطيار وراها تدليس طبعا ويخدموا بنفس مكينة يوسف الشاهد متاع النيابة العمومية الموازية ولهذا أنا اليوم راه فساد قضائي ويلزم القضاء بالنص بالفصل 82 و83 من مجلة الإجراءات الجزائية يحل تحقيق في الناس دومها بما فيهم حاكم التحقيق وبما فيهم دائرة الاتهام وبما فيهم دائرة الاتهام لولا اللي المفروض أنا نسأل دائرة الاتهام لولا لوقف نبي القرو بدون وجه حق وجاءت الدوائر جاءت محكمة التعقيب قالت هذا القرار باطل بطلانا مطلقا هل تم مساءلته تأديبيا هاو الفصل 80 من مجلة الإجراءات يقول لك يساءل تأديبيا يعني أنت تحب شنو تحب الكوربوراتيزم جوديسيار تحبوا تحطوا قضاة متاعكم قاتلوا ليموش معاكم تدخلوا فيهم ويوليوا معاتش عندهم حقوق حتى حقوق الحيوان حشاه حشاه الرجل والقضاة متاعكم ما نكلموا همش باش نعديهوا الكوربور اللي تحبوا عليه انتم هذا يمس السلم الاجتماعي وهذا أنا كعضو مجلس نواب شعب نتكلم عليه حتى كان قصولي راسي العمار بيد الله تفهم فيه أي واضح أيواه ولهذا احنا نعرفوا شو نعملو كمشينا للمجلس لم نقشينا لهم للقطب لم نقتحم ولا احتلين المجلس المكتب متاع حاكم التحقيق وما أنا مريد شوجه وما نعرش حتى اسمك لأنه هو بالنيابة على فكرة على أقل آخر نعرفه قبل لو خدمت معها كلفني مرة بمامورية أما هذا منعرفوش وما تكلمتوش وما تكلمنيهش فما أربع عمداء أربع ضباط كبار الأمن اللي ريته نهارتها بشيحاصروا واحد مسكين معناها بين الحياة والموت تعرفوا قداش يجيت بيه متاع سجن لخلود لحداش تعليل وهو قداش عنده في حالة ثمونتاش دم قعد لي ساعات أين عم لله لحداش تعليل ما نشبولوش تبيب متاعه وش كل شيء مرته وبنته وبلد خالته والناس اللي يخدموا معاها في شركاته سواء في نسمة ولا في واحد اللي هو ما بش يتردوا ياسي القاضي بش يتردوا من خدمهم وبش يفقدوا القوة هيهم بخاطر أنت تحب تتعصف وتحب ترد الفعل وخاطرك أنت تعم في السياسة أنت اللي تحب توفي بلير وبرزيدنان وللتيار وللشعب وتعملوا وتحبوا تعملوا حكومة القضاءات وقاعدين انتوما فوزنبي فيتي أو بوليتيك هذي ماهيش دولة انتوما يجب نسألوكم من أجل فساد القضاء يجو بازميمو يجو نارات ريباسوكم باع لأنه هذا هو اللي يفيد الناس وهذا أنا بديه من قبل من عهد بن علي لأنني استقلت وقلتوا ما نخدمش معاكم بالظروف هذيك رغم أنا ولد قاضي وولد عائلة قضائية لكن بعض القضاء اللي يعملوا فيه ينزلوا يقف وضحتي عياذ الومي بش ولدنا يعيشوا في بلاد محترمة شكرا لك عياذ الومي أعتيك الصحة على توضيحات هذه الكل طبعا برشة معطيات الحقيقة وقلت لنا اكشفت لنا على برشة أمور وسميت الأمور بمسامياتها ونرجو عليها حد لاني نحترم الإنسان ونحترم التفاصيل أعتيك الصحة شكرا لكم شكرا على الاستضافة عاي شكرا نهاية أسبوع جاملة لكم الكل مرسي بكو باي باي نخليكم معزين بالمي تخيل